شوفوا أستاذ محمد يعني عندما نتكلم على السلع الأساسية فهي يعني الناس راح تأخذها شبهي يوميا فبالتالي حتى لو ما تمش بيحها أو الآن في شهر رمضان المبارك يمكن راح يكون الطالب راح ينخفض لكن بشكل طفيف لكن عندما نتحدث على الملابس فانا نتحدث عن سلع كمالية نسبينا مقارنة بالسلع الغذائية فبالتالي بالنسبة للتاجر هو تقريبا في الملابس وفي الأحدياره هذا الموسم عنده فبالتالي في البداية راح يضع سعر مرتفع وسعر كبير جدا مع مرور الأيام وبعد يشوف أن الطلب مش راح يكون كبير نتيجة ارتفاع السعر راح يخفض بشكل تدريجي ولهذا دائما السلع نتكلم على السلع الكمالية أول ما تجيل السوق تجيب سعر مرتفع كبير جدا ويشوف التاجر إذا كان فيه طلب راح يبقى السعر على ما هو عليه لكن مع مرور الأيام وحنا نشوف الآن راح عرض كبير جدا في الأسواق فبالتالي حتى خلال السنوات الماضية يعني لاحظنا هذا الشيء ممكن يومين ثلاثة أيام نلاحظوا في اتفاد طفيل الأسعار حتى مش بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر يعني منيش عارف كيف بتوضح لنا أنت النقطة هذه لكن الشن اللي يخلي الأسعار بهذا الشكل يعني معقولة نفس القطعة من الملابس مثلا أنت أشهرت قطعة ب700 دينار ممكن قبل العيد نلقاها التاجر من 700 دينار خلاها ب500 أو ب400 دينار يعني شهل المبالغ والفروقات الكبيرة من اللي قاعد يحدد هذا السعر من اللي قاعد يحط هذا السعر بناء على شنو حطوه هذا السعر شوفوا أستاذ محمد يعني الذي يحدد أسعار السلع تفاعلات قوة طلب العرض يعني نيكا تاجر بنعرض يعني هدفي أن نبيع السلع بأعلى سعر ممكن راه اللي عرضها القطعة ب600 دينار راهوا الأمنية أن نبيحها ب1000 دينار راه لكن أنا حطيت السعر 600 إذا كان فيه إقبال وفيه من يطلب هذه السلعة رح يبقى السعر على ما هو عليه لكن إذا نيكا تاجر لاحط أن نعرض ب600 لكن ما فيش من يشري عندي جايب عشر قطع ممكن بعد قطعتين بس أنا الآن مضطر أني نخفض السعر وبالتالي راح نلاحظوا التخفضات في الأسعار يعني بناء على الكميات المطلوبة من هذه السلعة فبالتالي راهوا ما فيش تاجر يعني يهدف إلى تحقيق ربع عشر في المية ولو عشرين في المية يعني الأمنية أن يكون الأرباح ألف في المية فالذي يحدد سعر السلعة في السوق هي تفاعلات قوة طلب والعرض كل ما زاد الطلب على هذه السلعة راح يرتفع سعرها